اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف يسعى للفوس بإذن الله لكن هل التحاد ممكن يفكر في ايقامة المسابعة ولا الغاها هو التحاد لحد الوقتي ما فيش كلام على الالغاء خالص متبسك باقامته ولذلك احنا حتى فيه امور عايزين ننقشها في موضوع الغاها الهبوط ودي اللي بقى انت استأذنتيني في ضربة البدانة هستأذنك بقى في استكمال مواقف وطرائف انك تاخد فقرة الغاها الهبوط مع الفقرة بتاعة خام الكأس مصر ما ندرش نتأخر على المهندس عدلي بواسازي السيد المشاهدين لأنه فيه ربط الحقيقة في الطرافة بين الموضوعين إذا كنا خدنا منه حق ضربة البداية فبنديله الحق في أنه يختار رقم به في غرائب وطرائف وأن الفقرة جاية تكون الأهل وإلغاء الهبوط بين الممكن والمستحيل طيب منتع تقرأ لنا بقى الخبر اتحاد الكرة باش مهندس عمل اجتماع وقال أنه هيدعو كل الأندية أعضاء الدور الممتاز عشان تصوت عايزين هبوطه ولا مش عايزين هبوطه يعني عشان يحرج الأندية مع بعضها إذا كان التحاد السكندرية بيتزعم كل الثورة الشعبية للبقاء ولو الحق في أنه يتمسك بأي فرصة يراها ممكنة حتى وإن كانت بقية الأندية بتدفع أيضا بجماهيرها يعني اسمعت اللي هو أبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة قال لك المنصورة تاني أكبر الأندية في مصر له شعبية لأنه في النهاية الده أهلية عدد سكانها كبير وكل جماهيرها خلف المنصورة المحل لا يمكن أن يقول هذا المعنى المصر البورسعيد لو لقى نفسه في مشكلة هيلجأ برضو لمسندة الجمهور وفتح التحاد الكرة باب شمعنى على مصر أي رأيك ايه الأول اللي حنناقش الخبر كخبر بس ما نقرأ كمان برضو إزا مالك كان له طلب من ضمن الصعوبات اللي حتواجه اتحاد الكرة نعمل من التفكير نقرأ برضو عشان نستكمل الصورة كلها بعدين نعلق عليها مره طيب عموما في موقع يلا كرة إزا مالك بيناقش إمكانية مطالبة اتحاد الكرة بسحب لقب بطولة الدوري من الأهلي وده اللي أورادته بعض الموقع الإلكترونية مش يلا كرة بس بش مهندس إلغاء الهبوط في الدور المنقضي وطارق يحيى مدربا عمل لمنتخب مصر ده زي ما قال يلا كرة يوم السابع برضو يوم السابع بقول الزمالك يطالب بإلغاء الدوري أسوة بالهبوط وبيقول الخبر أكد المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك أن اجتماع اليوم الاثنين سيشهد منقشة التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بشأن إلغاء لقب بطل الدوري العام للموسم الماضي أسوة بإلغاء الهبوط وقال جلال إبراهيم لليوم السابع هذا الاقتراح سيطرح نفسه على مائدة اجتماع المجلس بالإضافة للعديد من الأمور الأخرى والقرار النهائي سيكون بالتصويت كما رفض رئيس الزمالك التعليق على قرار إلغاء الهبوط قائلا تم اتخاذ القرار والتعليق لن يفيد في شيء طيب الكابتن سامير زاهر رئيس الاتحاد الكرة حسب ما أورد موقع يالا كرة بيطالب الزمالك بعدم التسرع في التصرحات بشأن سحب الدوري من الأهلي وبيقول أرجو من المسؤولين في نادي الزمالك عدم التسرع في التصرحات الإعلامية وأؤكد بأن المجلس العسكري لم يتدخل في إلغاء الهبوط واتخذنا هذا القرار الصحيح مئة بالمئة بعد تجاوب الأندية المصرية وأضب سامير زاهر هناك إقبال شديد من جانب عدد من الفضائيات على الدور المصري وكأس مصر المقبلين أنا قلت لك طرائب وطرائب ليه عايز أضم الفقرة دي على الفقرة السابقة واستأذننا سادة المشاهدين لأنها برضو استمرار للمواقف والطرائب يعني أنا مش مصدق أن هذا الأمر سوف ينخش بجدية ممكن يتقلب على سبيل السخرية من فكرة إلغاء الهبوط ومن فكرة الانتحاد الكورة يعني راوغة كثيرة ننتهي إلى قرار متاخذ من مدة إنما الزمالك يجي يقول الغاء الهبوط بطل الدوري طب أنا عايز أرجع كده شوية بس على فكرة هي الفكرة ممكن نقشها برضو بطرافة يعني ده ممكن جدا يبقى كلامه صح بصفة إن الزمالك لعب الدوري في الدوري المصري عقب الثورة والأهلي اللي كان بيلعب في الدوري الأوروبي فممكن هنا يبقى ما فيش تكافؤ فرص في الحالة دي يبقى من حق زمالك إن زاد إداء أهلي اللي ملعبش في نفس ظروفنا يفوز بالدوري وإزاي الآلق كان معاه مدرب أجنابي على الرغم وإزاي الآلق كان معاه مدرب أجنابي والزمالك مدرب مصري على الرغم على الرغم من إن لما تشوف بقى التصريحات اللي كانت بتصدر من مسؤولي الجهاز الفني تحديدا وندر الزمالك بشكل عام أثناء فكرة هل الدوري يرجع ولا لا آه بعد الثور كان كل الكلام إن ده مؤامرة إن ده مؤامرة بندر الآلي لغاء الدوري لإن الزمالك حيفوز به والمطالبة بإلحاح بإستمرار المصابقة وإنجاح المصابقة وعدم الاستجابة على الرغم أن النادي الأهلي من خلال مانجو سيك كان دائم التأكيد على حرصه على إستمرار الدوري وأنه بيقول ما فيش حاجة اسمها الدوري ما يكملش مال إحنا جايين نشتغل إيه ورغم كده زمالك كان بيقول أن الأهل يسعى للغاء الدوري لما الأهل يكسب البطولة نقول له لأ لأن كان عندنا ظروف لما الاتحاد السكنداري والأمدلاء اللي هبطت تقول هذا الكلام قد يفهم موقفها لأنها من قبل عودة الدوري هي مصرة على أن الدوري لا ينبغي أن يستمر لكن اللي كان حريص قوي على أن الدوري يستمر لما ما يكسبش يقولك ما تعلنش بطل الدوري طبعا بالتأكيد دي يكون فيها شيء من تتاخد بطرافة برضو يعني نفس الطرافة والترفة الثالثة وكأن سمير زاهر وناقش هذا الأمر بجدية يقول لهم بلاش تسرع إيه التصريح دي يعني أنا النهاردة عندما ييجي تطلب منه هذا الطلب وقال لهم بلاش تسرع طب بس تستاهدوا بالله طب سنة ما نتكلم وكان الأمر قبل المناقشة هذه ترفة أيضا فأنا بس حبيت إيه الأمور والحقيقة إحنا يعني هي دي موقف تعاود عليه الأهلي الدائمة فكرة بس أنا معجب معجب بالأسلوب ده على فكرة بسرعة كده أسلوب إيه بيعكس حاجة مهمة جدا في الإدارة اللي بتنهج هذا لناك إنها مركزة جدا عايزة تستفيد من أي حدث أو قرار أو تعليق أو موقف في إنها تعمل نوع من أنواع الصخب يأما تبرر به عدم استمرار الفوز أو الفوز أو تهيل بعض الطراب على فوز النادي الأهلي فأنا ده إسلوب في مجهود حيوهم على هذا المجهود المستمر في محاولة تشويه بطولات الأهلي طب عموما نشوف رأي جمهورنا إيه ومعانا عبد السلام من البحيرة تشويه بطولات الأهلي سيزاب سلام